السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيديو مهم جدا ايه هو العنوان بتاع الفيديو ايه هو وصف الفيديو اعمل ايه في وصف الفيديو ايه هو الديسكريبشن ايه هو صندوق الوصف ايه هو ايه هي العلامات الدلالية الكلمات الدلالية ايه ازاي انا اقدر اعدل في فيديوهاتي اه في اي وقت عشان اقدر احسن من ظهور اه فيديوهاتي امام المشاهدين على منصة اليوتيوب هل انا ممكن اقدر ان انا اعدل في الفيديوهات بعد ما ارفعها هل ممكن اغير العنوان هل ممكن اغير الصورة المصغرة هل ممكن اعدل في صندوق الوصف اللي بيقولوا عليه الديسكريبشن وانا معرفش انجليزي هل ممكن اتكلم كل حاجة في صندوق الوصف والوصف العنوان حتى ايه ادوات انا استخدمتها ممكن اذكرها اذا كنت انت بتدور على الحاجات دي فاكيد الفيديو ده ليك اكيد الفيديو ده ليك تعالوا بنا نتكلم على اول حاجة بعد ما بتفكر ان انت ترفع فيديو على قناتك اكيد كنت بتبقى محضر للعنوان اكيد حضرت العنوان وان عنوان الفيديو في حد ذاته ممكن تقعد فيه مش هنقوله ساعات انت ممكن يوم كامل تقعد تفكر فيه عنوان للفيديو بعد ما فكرت وعملت عنوان الفيديو بتيجي اول ما بترفع الفيديو على القناة بيطلب منك وصف الفيديو وصف الفيديو اللي هو هتلاقي المعظم الاخوة والقنوات اللي ليهم عظيم التقدير والاحترام بيقولك انا سايب لك في الديسكريبشن تحت بيقولك انا سايب لك في صندوق الوصف اي لينك هو سايبه اي حاجة عايزك يعايز يوجهك لها طب ما ناخد احنا ايه اللي يهمنا في صندوق الوصف او وصف الفيديو هو ان انت بتشرح كل الامور المتعلقة بالفيديو اللي انت رفعته على القناة يعني كل حاجة بتتعلق بالفيديو ده لازم ان انت تشيل لها ده في مصلحة الفيديو نفسه في تعريف خوارزميات اليوتيوب على الفيديو اللي حضرتك رفعته على قناتك الامر مش ما يمنعش او ما يلزمش لا ده لازم ان انت في خلال هذا الوصف ان انت تشير تعمل اشارات لجميع الادوات والطرق اللي انت اتبعتها في سبيل اخراجك لهذا الفيديو كل الكلام ده شباب مهم جدا لتوجيه خوارزميات اليوتيوب للفيديو بتاعك اللي انت رفعته على قناتك طيب نيجي بعد كده لعلامات الدلالية والكلمات الدلالية سيان هي مجموعة كلمات ارشادية لمحتوى الفيديو بتاعك اللي انت رفعته على اليوتيوب هي برضو من شأنها توجيه خوارزميات اليوتيوب ان هي بتعرفها على الفيديو اللي انت رفعته على قناتك وفي اي موضوع بيتحدث او بيهتم الفيديو اللي انت رفعته على القناة لكن خلي بالك العلامات الدلالية مش هي اساس مش هي اساس ظهور فيديوهاتك في محركات البحث مش هي الاساس هي من ضمن من ضمن العلامات اللي بترشد خوارزميات اليوتيوب على مدلول او المفهوم او المحتوى اللي موجود في الفيديو اللي انت رفعته على قناتك الاهم هو العنوان نمرة واحد يا للعنوان الوصف هتقوليش معنى انت اخترت العنوان واخترت الوصف وما اخترتش العلامات الدلالية ببساطة جديدة جدا ما تيجي نتكلم بعقلانية ونشوف اليوتيوب هو بيعمل ايه ونفسر الكلام اللي هو بيعمله لو انت دخلت على اليوتيوب وبتشاهد فيديو اي فيديو انت بتشاهده بتلاحظ انه هو اول حاجة بيديلك عدد مشاهدات هذا الفيديو تاريخ انشاء هذا الفيديو وبيجي تحت القناة اللي هي عملت الفيديو وتحت كده سطرين من وصف الفيديو سطرين كده مختصرين ببداية الوصف الفيديو ستجدهم تحت الفيديو اليوتيوب يقول لنا هو يهتم بيه الموضوع ليس محتاج اهتمامه بالعنوان يظهر لك تحت الفيديو اهتمامه بالتاريخ انشاء الفيديو اهتمامه بالعدد مشاهدات الفيديو لان احنا قلنا ان ده بيأثر على مشاهدين جدد بيأثر عدد المشاهدات على الفيديوهات في حد ذاتها بتأثر على المشاهدين الجدد وتحت ده كله بعد اسم القناة اللي انتاجت هذا الفيديو وعملت الفيديو ده بيجيب لك اول سطرين من صندوق الوصف او الديسكريبشن اه بيجيبهم لك برضو مختصرين عشان بيعمل لك عملية جذب وتشويق للمشاهد ايوه انه هو يضغط على المزيد ويشوف اه الوصف بتاع الفيديو صاحب الفيديو ده بيتكلم على ايه وهنا اليوتيوب بيساعدك انه هو بيديلك بيديلك امكانية احتفاظك بالجمهور او بالمشاهد الجديد لأطول فترة ممكنة يعني اللي هو بيعمله اليوتيوب ده هو بيديلك يعني بيساعدك ان المشاهد يقعد على الفيديو بتاعك لأطول فترة ممكنة اذا كان حيقعد دقيقة ولا حاجة لمح بعينه في اول سطرين من صندوق الوصف جذبوا الكلام بيدغط على مزيد عشان يقرأ والفيديو شغال كل الوقت ده بيحتسب ليك انت في مدة احتفاظك او احتفاظ الفيديو بتاعك بالجمهور تمام شباب يبقى صندوق الوصف ده مهم جدا 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 واول سطرين فيه هما بيبقوا الاهم العلامات الدلالية مش هي الدليل على ظهور فيديوهاتك في محركات بحث اليوتيوب هي مجرد ارشاد لخوارزميات اليوتيوب لكن الاهم من العلامات الدلالية هو صندوق الوصف بدليل ان اليوتيوب بيظهر صندوق الوصف ووصف الفيديو امام المشاهد ما بيظهرش العلامات الدلالية بيظهر تاريخ انشاء الفيديو ما بيظهرش العلامات الدلالية بيظهر اسم القناة طبعا عشان يعرفك صاحب القناة ده ويشوقك ويعملك عملية جاذبة ان انت هتشترك عنده طبعا اذا كان المحتوى عجبك والاهم من كل ده شباب ايوة احنا اتكلمنا وقلنا انوان جاذب صورة مسغرة جاذبة المحتوى هو بيتضمن كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي تحياتي لكم جميعا ما تنسوناش باعجاب منكم للفيديو وتعليق صغير ده عاملينا ولو مش مشترك فضلا وليس امرا اشتراكك بقناة عشان تتابع معنا كل النصائح اللي بنقدمها لك عشان ان شاء الله بامر الله تقدر تقف على قلب ارض صلبة وتطور من قناتك ما تنساش حاجة مهمة قبل معفل انا اسف انها طولت عليكم امكانية تعديل الفيديوهات امكانية تعديل الفيديوهات شباب مهمة جدا تابع باحصائيات ستوديو اليوتيوب عدد المشاهدات على الفيديو اللي انت عملته لو انت لقيت ان الفيديوهات مش هي دي اللي انت تناسب قناتك في مرحلة في اي مرحلة انت كنت او في حاجة انت مش عاجباك ممكن تغير عنوان ممكن تغير علامات دلالية ممكن تغير في صندوق الوصف تضيف اي حاجة تشير لقنوات اي قنوات انت ممكن عايز تشير لها في صندوق الوصف على فكرة برضو ما يمنعش اي لينك لأي فيديو انت عايز تشير ليه اي اداة انت استخدمتها اي تطبيق انت استخدمته حاجات دي حتساعدك جدا ان شاء الله بامر الله ان انت تحصل على المزيد من المشاهدات وتطور في قناتك وتتصدر يعني محركات بحث اليوتيوب وبالتالي ان شاء الله تبصيح لك وتفعل قناتك وتربح من اليوتيوب تحياتي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة